مش قيلة تصدر جاعطية يعني مثلا انا هقول لحداك من القضايا اللي انا عرفتها من قعدتي دي وفتحي صدري لنا تيجي السيدة مثلا محامي وعمرها مثلا خمسة وخمسين سنة ووزها مات ووزها محامي وعندها مثلا اتنين تلاتة في الجامعة واثنين في الاولاد في المدارس والمعاش بتاعها تلتبين جنيه ده معاشها في النقاط اه دي تحرك الجبل اكيد يعني طبعا اعرفت المشاكل اللي المحامين عايشينها من دي فبدأت افكر وادرس موضوع المعاشات لقيت انه دايما احنا في لقابة المحامين يشترى خاطر الاحياء مش الاموات علشان دول هيجيبوا اصوات انتخابه جميعهم خلاص ولقيت انه اه يعني بتترفع النسبة كل ما يرفعه بتترفع بس النسبة ضئيلة جدا طب بص حضرتك الدولة بتعمل ايه انا يوم ما طلبت اطلع على المعاش من القوات بسلاح قضاء عسكري طبعت بمعاش مية وثلاثة جنيه مية وثلاثة جنيه بقى دلوقتي تسح تلاف جنيه كل ما الدولة بترفع المعاشات بترفع معاشات الادامة ليه مهو ده ده صاحب حق المعاش فانا شايف مسألة اعادت الدراسة كل هذا يعني فيه تصور عن تعديل فكرة المعاشات المقابلة اه بقى ايه ملامح انا مش تصور انا بدأت في التنفيذ ازاي والتحضير هو اولا نمرت او واحد يجب ان تكون المعاشات عادلة عادلة حد الشي ياخد قد كده والتاني ياخد مداليم نمرت اتنين يجب ان يرعب ديني لسال يعني ايه محدش ياخد قد كده وواحد ياخد مداليم ديني لسال عليها ايه اللي هو اخد معاشي ببارح يتلاقي مثلا باخد ايه مداليمين جنيه او الف وقمسمائه اوه والبتاعه ببارح تلتمائه تبقى عيالها في الجامعة ازاي اه يعني كله يتساوي يعني بقدر الامكان لازم يحدث عدل في الميزان المختل نمرت اتنين انت عشان ترفع المعاشات هو وهزي ميتي وهدفي ان شاء الله سأفعل لابد انك انت هتدبر الوسائل لو ادبرتش الوسائل يبقى انت بعرض اذا رفحت من غير تدبير وسائل ممكن في الشهر الرابع اللي هي الموارد يعني اه الشهر الرابع اه تتوقف عن صرف المعاشات لا مش بس الوارد الوارد والمنصرف اه لان عندي حاجتين يحكم الميزانية المنصرف والوارد اه او قللت ارشدت الانفاق هتقضى التوافق لا ايه انفاق بقى كان جاري على الولائم اه والاحتفالات والمؤتمرات اللي هي بتتعامل يعني الحاجات اخر لا يمكن اسمح بهذا يعني انا مثلا لو فيه بدي محاضرة او بدي اقولك نجيب سندويتشات متأسف متأسف دي اموال محامين خلاص فانا حطت المبدأ ده والكل احترموا خلاص بقلل الانفاقات وانا ناجح في هذا يعني الموارد دخلت عن موارد سيادت الموارد بتترخص في الدمغة الاساس يعني والتصديق على العقود والاتعب المحامات اتعاب المحامات بقالنا سنين احنا لنا اتعاب عند وزارة العدل وانا اتعاب عند مجلس الدولة ايه اه كانت بتشترى الخواطر بالسكوت فانا بدأت اتحر فجبت دفعات متتالية وروح تقابلت وزير العدل بنفسي واصرت معا هذه القضية وانا قاعد قد قد قوامر وقاللي الاسبوع ده حنبعت لك 13 مليون بقاللي جايبوا دلوقتي من وزارة العدل 25 مليون يعني النقابة خذت 25 مليون جنيه ده من وزارة العدل كان النقابة ليها كان تقريبا لا لسه لينا بس ايه بيضبروا وابعتوا احييت المسألة وعلى فكرة برضو تتهاجم ولك وانت جايبوا ببيت ابوك البعيد يا عمل مش كده اخلت على مجلس الدولة وروح تقابلت لأستاذ المشتر الجليل رئيس مجلس الدولة ولبا جبت من مجلس الدولة 45 مليون جنيه 45 مليون جنيه دول برضو استحتقت دفعات عمو حماية بنفعل الدمغة وبنعمل يعني اجراءات عشان ايه الدمغة الالكترونية ونزبطها والاخر علشان نزود هذه الايه الارادة العقود تصديق على العقود بيجيب اراد الارادة يعني استدقت على العقل عليه مثلا عشر ارش النقابة الفراية تاخد 25% والنقابة العامة 75% باعتبار ان النقابة العامة بسيه لايما بالانفاق كله